الوصف التقني لرمز مشكلة OBD2.5 إلى 6 عطل التحول هذا رمز مشكلة التشخيص هو رمز مجموعة نقل الحركة العام OBD2 يعتبر عاما لأنه ينطبق على جميع ماركات ومديلات المركبات 1996 الأحدث على الرغم من أن خطوات الإصلاح المحددة قد تختلف اعتمادا على الطراز ماذا يعني ذلك؟ بالنسبة للمركبات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي الذي يتم التحكم فيه إلكترونين فإن الملف اللولبية 5 إلى 6 هو المسؤول عن تشغيل الدوائر الهايدروليكية لتنشيط القوابض أو النطاقات التي تغير تروس داخل ناقل الحركة الأوتوماتيكي يتم التحكم في الملفات اللولبية بنظام النقل إما عن طريق وحدة التحكم في النقل TCM أو وحدة التحكم في المحرك وحدة التحكم في مجموعة نقل الحركة ACU PCM قد تكون دائرة التحكم كهربائية أو يتم التحكم في جانب الأرض اعتمادا على التطبيق تقوم بعض المركبات باختبار الدائرة ذاتيا حتى عندما لا يكون الترس قيد الاستخدام فقد يكون الملف اللولبي 5 إلى 6 عبارة عن ملف لولبي تشغيل إيقاف أو يتم التحكم في دورة العمل يبحث PCM أو TCM عن ركلة استقرائية لتحديد ما إذا كان الملف اللولبي يعمل بشكل صحيح حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام هذا التنشيط المختصر سريع جيدا بحيث لا يتسبب الملف اللولبي في إحداث تحول فعلي في الإرسال عندما يتم تنشيط الملف اللولبي وإيقافه ينهار المجال المغناطيسي ويرسل جادا أعلى قليلا إلى PCM الذي يستخيم لتحديد ما إذا كان الملف اللولبي يعمل بشكل صحيح ملاحظة يتطابق DTC هذا قريبا مع P0781 و P0782 و P0783 و P0784 قد تشمل أعراض P08229 DTC ما يلي تحقق من إضاءة ضوء المحرك مصباح مؤشر العطل أم أي لن تتحول السيارة من الترس الخامس إلى السادس قد تضيء هذه الحالة ضوء فحص المحرك وربما تغلق عناصر التحكم في ناقل الحركة تماما مما يؤدي إلى وضع الفشل التي ستسمح فقط بعتاد افتراضي واحد اعتمادا على حالة المركبات مع إيقاف تشغيل جميع الملفات اللولبية الأسباب تتضمن الأسباب المحتملة لرمز P0829 ما يلي فشل الملف اللولبي 5 إلى 6 في التحول الأسلاك الكهربائية القصيرة إلى الطاقة الأسلاك الكهربائية القصيرة إلى الأرضية الأسلاك المضغوطة مفتوحة في الأسلاك أو أسلاك الدائرة الأرضية روصيلات المفصولة أو السائبة الفشل الداخلي TCM أو PCM الحلول الممكنة فصل PCM أو تسخير الأسلاك TCM اعتمادا على التطبيق واستخدام مخطط كهربائي كمرجع تحقق من المقاومة المفرطة أو فتح في دائرة التحكم باستخدام مقياس الفولت الرقمي أوم DVOM المضبوط على مقياس أوم تحقق من المقاومة على الطاقة اللولبية 5 إلى 6 والمصادر الأرضية لتحديد ما إذا كانت هناك دائرة مفتوحة أو مقاومة مفرطة في الملف اللولبي 5 إلى 6 افحص بصريان ابحثا عن أي أسلاك مضغوطة أو غير متصلة أو فطفاضة على موصلات الحزام نقص الطاقة افصل الكبل الموجبة للبطارية وموصل تسخير الأسلاك عند الإرسال وتحقق من الاستمرارية باستخدام DVOM بين مصدر الطاقة وأسلاك الدائرة اللولبية في وضع تشغيل إيقاف المحرك كي أو إي أو وكذلك وضع إيقاف المفتاح قصير إلى الأرض افصل الكبل الموجبة للبطارية وموصل تسخير الأسلاك عند الإرسال وتحقق من الاستمرارية باستخدام DVOM بين 5 إلى 6 مصدر طاقة لملف لولبي وأرض جيدة معروفة فشل TCM أو PCM باستخدام أداة مسح متقدمة قادرة على التحكم في الملفات اللولبية قم بتنشيط الملف اللولبي 5 إلى 6 دويان دويان قد يكون من الضروري تنشيط ترحيل التحكم في ناقل الحركة دويان في بعض المركبات إذا لم تكن الطاقة موجودة في موصل ضفيرة أسلاك نقل الحركة في حالة عدم توفر أداة مسح سيكون من الضروري مراقبة دائرة الملف اللولبي 5 إلى 6 لتحديد ما إذا كان TCM أو PCM يرسل إشارة طاقة أو أرضية إلى الملف اللولبي 5 إلى 6 أثناء تشغيل السيارة ترجمة نانسي قنقر